بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبة طلبات الصف الثاني السنة والقسم العلمي يتجدد اللقاء بكم وحلقة جديدة من مدرسة على الهواء ودرس جديد من دروس مادة الأحياء في الحلقة السابقة كنا قد بدأنا جزء الفصل الثالث اللي هو التنفس في الكائنات الحية وقلنا إن عملية التنفس تختلف عن تبادل الغازات وقاررنا ما بينهم ثم اتكلمنا عن مادة الـ ATB كعملة الطاقة في الخلية الفكة بتاع الطاقة في الخلية اللي بتحصل منها الخلية على أي طاقة هي محتاجة لها ثم اتكلمنا عن خطوات التنفس الهوائي وقلنا إن هي ثلاث خطوات قلنا إنشطار الجلوكوز ثم دورة كريبس ثم سلسلة نقل الإلكترون وشرحنا الجزء بتاع إنشطار الجلوكوز ودورة كريبس إنشطار الجلوكوز ودورة كريبس مراجعة سريعة على هذه الخطوات نظر لتتابعها وتتاليها فلازم تتقل كلها مع بعضها لم يسعفنا الوقت في الحلقة السابقة في شرح الجزء بتاع سلسلة نقل الإلكترون فهنقوله النهاردة وبعدين هنستكمل الجزء أو الفصل الثالث اللي هو التنفس في الكائنات الحقيق إنشطار الجلوكوز زي ما موجود قدامي على الشاشة هنا يبدأ بجزء الجلوكوز اللي بيحصل له عملية فسفرة أي يتحول إلى جلوكوز ستة فسفات الجلوكوز ستة فسفات ينتج من تفكك ATP إلى ADB وفسفات ترتبط مع جلوكوز في زرط الكابور رقم ستة فيتكون جلوكوز ستة فسفات تحصل له عملية تعديل زري فيتحول إلى سكر آخر يسمى فراكتوز ستة فسفات تحصل له عملية فسفرة مرة تالية بمجموعة فسفات نتيجة من تفكك ATP إلى ADB فيتحول الفراكتوز ست نائي الفسفات يعني فراكتوز مرتبط به مجموعتين فسفات واحدة في زرط الكابور رقم واحد وواحدة وزارة كربون رقم 6 فيسمى فاركتوز 1 و 6 ثنائي فوسفات اللي بتحصل له عملية اكسادة او انشطار انشطار الى جزيئين من مركب ثلاثة الكربون يسمى الفوسفو جوليسرالدايد اللي بتحصل له عملية فقد للفوسفات وفقد للهايدروجين يعني عملية اكسادة فيتكون جزيئين من حمض البيروفيك النواتج النهائية بتاعة هذه العملية اللي هي انشطار الجلوكوز زي ما مكتوب قدامنا برضو جزيئين من اي تي بي وجزيئين من ناد اتش ادي النواتج عندي هنا اللي عليها السهم دي جزيئين من اي تي بي وجزيئين من ناد اتش ثم بحمض البيروفيك اللي هو ده تبدأ دورة كريبس تبدأ دورة كريبس دورة كريبس برضو شرحناها في المرة الماضية وبنراجع عليها سريعا تبدأ بجزيئي حمض البيروفيك اللي نتجه من انشطار الجلوكوز تحصله معملائة اكسادة فيتكون جزائم المركب سنائي الكربون يسمى الاثيرة يحمل على مرافق انزيم يسمى كو انزيم او مرافق الانزيم ا اتنين جزء من الاستير مع تكوين اتنين CO2 اهم واثنين ناتيتش خلي بلك الCO2 ناتج من اكسادة كربون الجلوكوز والناد اتش ناتج من نزع هيدروجين الجلوكوز الاثنين جزء استير ممكن يتكونوا بطريقة تانية يتكونوا عن طريق الأحماض الدهنية الناتجة من هضم الدهون لكن الأحماض الدهنية لا تدخل في عملية انشطار تدخل دورة كريبس على هيئة استايل مباشرة كذلك الأحماض الأمينية الناتجة من هضم البروتينات اللي قدامنا تدخل دورة كريبس على هيئة اثنين جزيء استايل مباشرة يبقى الوحيد الذي يحصله انشطار هو الجولوكوز هو ناتج هضم الكاربوهايدرات وزي اي الاسيتايل كل منهما تتمم دورة زي اللي قدامنا دي تبدأ ازاي؟ تبدأ بانفصال الكوينزين ايه او مرافق الانزيم الف عن الاسيتايل وارتبطها مع حمض يسمى حمض اجزالو اسيتيك او اجزالو خليك طب حمض الاجزالو خليك ده رباع الكربون والاسيتايل ثنائي الكربوني بايتكوين مركب سوداس الكربوني يسمى حمض الستريك حمض الستريك تحصله عملية اكسادة خلال سلسلة من المركبات الوسطية ثلاث مركبات وسطية بتكونوا لاعادة تكون حمض اجزالو اسيتك مرة اخرى الثلاث مركبات اسمهم حمض كيتو جلوتاريك وده خماس الكربون حمض ساكسينيك وده رباع الكربون حمض ماليك وده رباع الكربون ايضا اللي بتأكسد في النهاية لحمض اجزالو اسيتيك ليبدأ دورة جديدة مع اسيتايل جديد عند تحول حمض الستريك لحمض كيتو جلوتاريك يتكون 1 CO2 و1 ند اتش وقلنا CO2 ندج من اكسادة الكربون والناد اتش ناتج من نزع الهايدروجين من على الجولوكوز أي أكسابته برضو الكيتو جلوتاريك خمس الكربون يتحول لساكسينك رباع الكربون مع تكوين سي اوتو وناد اتش أيضا حد الساكسينك رباع الكربون يتحول لحمد ماليك رباع الكربون طالما ده رباع وده رباع يبقى ما فيش كربون هيفقد يبقى ما فيش سانكسر الكربون في المرحلة دي إنما فيه جزئ ات بي وجزئ فاد اتش تو وده حامل هيدروجيني آخر أو مرافق إنزيم ناقل الهايدروجين آخر أو حامل الهايدروجين غير الناد يختلف عنه في الطاقة الناد اتش أعلى في الطاقة من الفاد اتش تو هنعرف بعد كده إزاي حمد الماليك يتأكسد في النهاية إلى حمد اوكزالو اساتيك ليعليد دورة كريبس مرة أخرى طيب نلاحظ النواتج عندي ايه النواتج عندي هنا قدي واحد ناد اتش اتنين ناد اتش ثلاثة ناد اتش في دورة كريبس دي طيب ما فيه دورة تانية بفيها ثلاثة كمان يبقى ستة ناد اتش خليك معايا فيه كمان اتنين ناد اتش عند يتحول بيروفك لأستيل يبقى مجموعة ناد اتش فيه الشكل اللي قدامي ده كله تمانية ناد اتش طيب فيه اتنين كمان في انشطار الجولوكوز يبقى الناتج النهائي لانشطار الجولوكوز ودورتي كريبس هو عشرة ناد اتش شائلين عشر زرات هيدروجين من الهيدروجين الجولوكوز ما ننساش ان الجولوكوز الهيدروجين فيه عدد زراته اتناشر لانه سيه ستة اتش اتش اتناشر وستة طيب الفاد اتش ادي واحد هنا في الدورة دي اهو وادي واحد في الدورة التانية ما احنا قلنا تدور دورة كريبس معدل مرتين لكل جزيء جولوكوز ليه لان انشطار الجولوكوز يكون جزائين حندو بيروفك يتأكسدوا الى اتنين اسيتال كل منهم هتتمام دورة اذا جزيء جولوكوز يتم ليه دور كريبس مرتين فاد اتش هنا او فاد اتش في الدورةة تانية يابع اثنين فاد اتش اتو كمان الاثنين فاد اتش اتو مع العشرة جزيء ناد اتش يبقوا اتناشر جزيء حاملين الهايدروجين بيشيلوا الى اتناشر زرات بتاعة الغلوكوز كمان بيتكون لواحد اتبي في الدورة دي واحد اي تي بي في الدورة التانية بفيه اتنين اي تي بي كمان فيه دورتين كريبس مع الاثنين اي تي بي اللي فيه انشطار الجروكوزي با الناتج لغاية دلوقتي اربعة اي تي بي مع العشرة الناد اتش مع الاثنين فاد اتش تو كمان السي او تو عندي هنا اد واحد اد اتنين في دور الكريبس اللي قدامي دي طب الدورة التانية فيها اتنين كمان يبقوا كام ايوا يبقوا اربعة معايا 2 سانوكسوري كربون كمان اهم نتجه ان دتعول البيروفيك الى ستايل يبقى الناتج من سانوكسوري كربون 6 جزيات سانوكسوري كربون الاحظ ان انا خلال دور الكريبس ما جبتش سلة الاكسوجين خالص ليه لان دور الكريبس لا تحتاج وجود اكسوجين علل ليه ليه لا تحتاج وجود اكسوجين كلها اكسادة اهيه قال لي لا والله لان الاكسادة فيها تتم بفقد الهيدروجين او فقد الالكترونات وكل الالكترونات والبروتونات التي تزال من جزء الجلوكوز اللي محاولين على العشرة ناد والعشرة فاد يحملوا على الناد وعال الفاد فالاكسادة هنا تتم بفقد الهيدروجين وفقد الالكترونات فلا تحتاج دور الكريبس الى وجود اكسوجين نبدأ الجزء الجديد النهاردة الذي يبدأ بما انتهت به دورتين كريبس ايه اللي انتهت به دورتين كريبس عشرة ناد اتش اتنين فاد اتش تو اتنين اه اربعين ات بي وستة سي اوتو طب السي اوتو خلاص ده النتج النهائي لاكسادة كربون الجلوكوز الاربع ات بي دولة من الثمانية وثلاثين المفروض يتكونه لبا لسه فاضل الاربع وثلاثين اربع وثلاثين جزء ات بي هيتكونه امتى في سلسلة نقل الالكترون تعال نشوف مع بعض سلسلة نقل الالكترون فكرتها ايه نقل الالكترون انا اول ما بقول الالكترون اعرف على طول ان انا بتكلم عن الهايدروجين ليه لان الهايدروجين ابسط الزرات اللي ما فيهاش غير الالكترون واحد وبروتون واحد حتى النواة بتاعتها ما فيهاش نيوترونات فيها الالكترون يدور حول بروتون في النواة فلما بقول سلسلة نقل الالكترون معناها سلسلة نقل الهايدروجين الالكترونات والبروتونات الخاصة بالهايدروجين طب نشوف مع بعض الهايدروجين محمول على مين عن ناد وعالفاد عن ناد اتش والفاد اتش تو طيب بداية الموضوع يتأكسد الناد اتش يعني يفقد الهايدروجين ويتأكسد الفاد اتش تو يعني يفقد الهايدروجين طيب الهايدروجين يفقد من الناد والفاد على هيئة ايه على هيئة ازواج من الالكترونات وازماجه من البروتونات زي ما شفنا تو ايه يعني اتنين الالكترون اهم وتو اتش بلس يعني اتنين بروتون طب بيسيبوا النادي روحوا فين روحوا لمجموعة من المركبات الأخرى بروتنات موجودة في الغشاء الداخلي للميتوكندريا البروتنات دي تستقبل الالكترونات من الناد ومن الفاد ويرجع الناد تاني ناد بلس يرجع يجيب هيدروجين تاني والفاد اتش تو يطلع فاد يرجع فاد يجيب هيدروجين تاني طب زوج الالكترونات لما انتقل من الناد والفاد الى اول مركب طب يتنقله معروف ان الالكترون دائما يحاول الوصول الى اقل مستوى في الطاقة ليصل لحالة الاستقرار وتصل الزر لحالات السبات والاستقرار لذلك الالكترونات والبروتنات المحمولة عن الناد والفاد تبحث دائما عن مركبات غير الناد والفاد اقل منها في الطاقة فتنتقل من الناد والفاد الى المركبات المركبات تسمى السيتو كرومات ما هي السيتو كرومات؟ هي مرافقات إنزمية برضو زي النادو زي الفادو لكنها متدرجة الطاقة تتشابه في البناء الكيميائي تختلف في طاقتها فكل منها يحمل زوج من الإلكترونيات في مستوى طاقة مختلف عن الآخر فالسيتو كروم الأول له اللي عليه لزوج الإلكترونيات وبروتينات أقل في الطاقة من الناد طيب ينتقل الإلكترون مرة تانية إلى سيتو كروم أخر زي ما انا شايفين كده أقل من الأولان ده في الطاقة طب ما هو عندما ينتقل الإلكتروني من مستوى طاقة عالي لمستوى طاقة أقل يفقد طاقة وعنى قلنا أي طاقة تفقد نتيجة الأجسادة هنا تحول الإيتي بي والبي إلى إيتي بي يعني تخزن على هيئة طاقة في إيتي بي على هيئة طاقة في إيتي بي تمام كمان ينتقل الإلكترون مرة تانية إلى سيتو كروم آخر هذا السيتو كروم الآخر برضو أقل في الطاقة من سيتو كروم اللي قبله وهكذا فيتكون إيتي بي أو إيتي بي فسفاتي كونولي كمان إيتي بي وهكذا ينتقل للمستوى الأقل وتفضل الإلكترونات والبروتينات تهبط على السيتو كرومات في مستوى الطاقة تقل تدريجيا وفي كل مرة ينتقل فيها الإلكترون من مستوى أعلى مركب أو سيتو كروم زي مستوى طاقة عالي إلى مركب أو سيتو كروم زي مستوى طاقة أقل يفقد طاقة تستخدم في ربط إيتي بي مع البي الأدينيزين ثناني الفوسفات مع الفوسفات لتكوين إيتي بي هذه العملية تسمى عملية فسفرة طب ليه فسفرة لأنها ارتباط مركب بالفوسفات زي اللي ما بقول أكسادة ارتباط مركب بالأكسجين يبقى فسفرة سميناها فسفرة لتكوين الإيتي بي من إيتي بي والفوسفات لأنها عبارة عن ارتباط مركب اللي هو الإيتي بي بالفوسفات سمناها فسفرة طيب الفسفرة دي محتاجة طاقة مصدرها ايه يا مستر مصدرها اكسادة الغزاء عملية الاكسادة اللي بتتم اللي هي فقد الالكترونات وبالتالي بنسميها فسفرة اكسودية يبقى ما هي الفسفرة التاكسودية وافكرك بحاجة في التغذية دلوقتي الفسفرة التاكسودية هي تكوين ATB من ADB والفوسفات باستخدام الطاقة النتجة من هبوط الالكترونات على السائط الكرومات اللي قدام دي طيب الفسفرة اللي انا هفكرك بها تاني عندنا فسفرة تانية في التغذية اسمها الفسفرة الضوئية لان ADB مش بيتكون هنا بس دا بتكون كمان اثناء التفاعلات الضوئية لو حضرتك فاكر عندما يمتص الكروفل الضوء ويحاول الطاقة الكيميائية جزء من الطاقة الكيميائية يعمل عملية فسفرة للADB ربط ADB مع بيه لتكوين ADB عشان ينقل الطاقة للتفاعلات اللا ضوئية اذا الفسفرة عندي ثمنهاجي نوعين فسفرة ضوئية وفسفرة تأكسودية تختلف كل منهما عن الاخرى في مكان تكونها والطاقة اللازمة لها مكان التكون الفسفرة الضوئية او مكان حدثها الفسفرة الضوئية في الجيرانة داخل البلاستيز الخضراء الفسفرة التأكسودية تتم على الاعراف في الميتوكوندريا او داخل الميتوكوندريا بصورة عامة طب زوج الالكترونيات وزوج البروتونات واصلوا لاقل مستوى واصلوا لحالة استقرار يرجعوا يرتبطوا مع بعض مرة تانية عشان يكونوا لي هايدروجين طب الهايدروجين من اللي بيستقبله في الاخر بقى؟ لانه معروف ان الهايدروجين الزري لا يوجد منفرد انه نشط جدا بيستقبله في النهاية الاكسوجين ان احنا بنتنفسه زرات الاكسوجين هي المستقبل النهائي للهايدروجين للالكترونات فيتكون المية يبقى الاثناشر زرات هيدروجين بتوع الجولوكوز هيتأكسده الى ستة جزيئات مية زي ما ست زرات كربون بتوع الجولوكوز برضو تأكسده الى ستة سيوتو وحصلت عاملية فاسفرة تأكسدية نتجت عنها مادة الاتبي هنا في ملحوظة مهمة اوي نخلنا بلنا منها ان الناد الواحد جزئ الناد اتش الواحد عندما تنحدر الالكتروناتو على السايتو كرومات يكون 3 اتبي 3 جزيئات اتبي طبعا عندي كم ناد ناتج من العشرة الناد اتش تو 10 في 33 30 انا عندي 10 ناد اتش اتنين منهم اتكونوا في انشطار الجولوكوز واثنين اتكونوا عند تحاول بيروفيك لاستايل وستة اتكونوا في دورتاي كريبس يكونوني 30 اتبي طيب انا عندي كم فاد حامل هيدروجين فاد اتش تو اتنين الفاد اقل من الناد في الطاقة عشان كده بينتج الفاد الواحد ينتج اتنين اتبي بس طبعا عندي اتنين فاد اتش تو هينتجوا لي في النهاية اربعة اتبي لان كل واحد منهم هيكون اتنين اربعة اتبي من الاتنين فاد و30 اتبي من العشرة ناد اتش يبقى المجموعة اربعة وثلاثين طبعا عندي اربعة في اتنين تكونوا في انشطار الجولوكوز واثنين في دورتين كريبس اذا المجموع النهائي لاتبي المتكون الناتج من اكسادة جزئ جولوكوز اكسادة تم في وجود الاكسجين هو 38 اتبي وكده حققنا المعدلة الاولى اللي كانت المرة اللي فاتت اللي بتقول انه لما يتأكسد جزئ جولوكوز سي 6 اهو معايا سي 6 اتش 12 O6 بيتأكسدو في دورة كريبس وانشطار الجولوكوز وفي كمان سلسلة نقل الكترون زائد 6 O2 اللي هو الاكسجين المستقبل النهائي ايه اللي نتج في النهاية قدامي دلوقتي نتج عندي 6 CO2 عارفنا مكانهم فين اتنين عند تحول حمد البيروفيك الى اسيتاي الكوينزيم ايه واربعة في دورتين كريبس اتنين في كل دورة زائد 6 H2O 6 H2O طب 6 H2O تكونوا امتى اه والله دا تكونوا في نهاية عملية التنفس الخالة والهوائي عندما استقبل الاكسجين الهايدروجين بعد ان حضاره على او هبوطه على السيتوكرومات وتكون عندي في النهاية ايضا 38 جزئ A T B 38 جزئ A T B دول اتكونوا ازاي اتنين منهم في انشطار الجلوكوز انشطار الجلوكوز كمان اتكون لي دا في مادة السيتوسول حوالين الميتوكندريا داخل مادة السيتوسول اتنين اتنين A T B اتكون لي كمان 36 جوه الميتوكندريا 36 جوه الميتوكندريا اتنين منهم اتكونوا بطريقة مباشرة في دورتين كريبس دورتين كريبس كل واحدة منهم منتك فيها واحد A T B اما اللي 34 البقين والله يتكونوا نتيجة عملية هبوط الالكترونات على السيتوكرومات اللي بنسميناها نقل الالكترون سلسلة نقل الايه الالكترون اللي قدامي ده دول الـ 38 A T B اللي نتجه تعال نشوف حسابهم يبقى ازاي على الشاشة عندي هنا لو بصنا مع بعض هنشوف هنا دي عملية سلسلة نقل الالكترون كده سريع الفيديو قد الميتوكندريا قدامي لها غشاءين غشاء خارجي وغشاء داخلي الغشاء الداخلي متعارج زي ما احنا شايفين تعالجاته تسمى اعراف او رفوف وتمتلئ بمادة بروتينية تحتوي على انزيمات وفصفات تسمى مادة الاساس ده الغشاءين بتوع الميتوكندريا خلي بالك معايا اللي قدامي لها زرق ده هبارة عن البروتينات اللي موجودة في هذا الغشاء الزرق دولة كده دي ده وده وده مركبات بروتينية ما انت عارف من سنة أولى ان الغشاء بلازم يتكون من طبقتين من الفصف وليبيدات مطمور فيهم جزئات بروتين ادي جزئات البروتين اللي موجودة في الغشاء بلازم اهيه نلاحظ انه الناد بيفقد اللي يتحول الى الالكترونات وبروتونات الالكترون لاحمر ده لو شايفين كده ها الالكترون لاحمر ده نبص نلاقي بيحصل ايه هذا الالكترون مرة تانية اهو ادي تركيب الميتوكندريا الغشاءين مع بعض ادي عندي العراف مادة الاساس في النص هنشوف دلوقتي الغشاءين بتقع الميتوكندريا تركيبهم اهو قدامي ادي البروتينات قدامي اهي اللي هي الزر ادي كومبليكسواني يعني البروتين واحد وبروتين ثلاثة وبروتين اربعة نلاحظ ادي الالكترونات وصلت للبروتين الاول هياخدها المركب الاخضر ده ده هو السيتوكروم ينقلها لبروتين تاني ثم الى بروتين التالت لاحظ اللي بيض اللي فوق ده كده عبارة عن ايه عبارة عن البروتونات الهايدروجين الموجب البروتونات بعد كده هنلاقي فيه هنا ده عبارة عن انزيم اسمه ايتي بي سنتياز او الانزيم الباني لأيتي بي نلاحظ ان البروتونات بتنزل منه والبروتونات دي بتتحد في الاخر مع الاكسجين مع الالكترونات والاكسجين يتكون المية وفي النهاية يتكون الاتي بي عن طريق هذا الانزيم بفعل الطاقة الناتجة من نقل الالكترونات من مستوى الى مستوى زي ما احنا شايفين ودي فكرة عملية سلسلة نقل الالكترون لو حسبنا مع بعض عدد جزيئات ايتي بي الناتجة هلاقي ان الجولوكوت تحصلوا عملية انشطار يكون اتنين جزيئ وفي نفس الوقت يتكون اتنين ايتي بي واثنين ناد اتش الاثنين ناد اتش في سلسلة نقل الالكترون في النهاية بيكونوا ستة ايتي بي لان كل واحد منهم هيكون تلاتة الاثنين جزيئ حمد بي بي تحول الى اتنين جزيئ اسيتايل كو انزيم ايه مع تكوين اتنين ناد اتش ايضا يكونون الستة ايتي بي كمان الاثنين جزيئ اسيتايل كو انزيم ايه يدخل في دورتي كيربس علشان يتكون اتنين ايتي بي بطريقة مباشرة اتنين فاد اتش تو يكونون الاربعة ايتي بي الستة ناد اتش يكونون الالتمنتاشر ايتي بي جمعنا دول كلهم مع بعض هلا ايهم يطلعوا في النهاية 38 جزيئ ايتي بي دي عملية التنفس الخلوي الهوائي التي تحتاج في نهايتها الى اكسجين نتج 38 جزيئ ايتي بي طيب هل يمكن ان يتم انتاج طاقة انتاج ايتي بي في غياب اكسجين اللي اه والله في بعض الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية وبعض البكتيريا يمكن ان ينتج ايتي بي من الجلوكوز بدون اكسجين في عملية تسمى التنفس اللا هوائي او التخمر طب دي بتتم ازاي بدايتها زي بداية التنفس الهوائي احنا قلنا بداية التنفس الهوائي خطوة الاولى انشطار الجلوكوز هنا برضو بيحصل انشطار جلوكوز هنا بيحصل انشطار جلوكوز يبقى اذا انشطار الجلوكوز هي المرحلة اللي تتم فيه التنفس الهوائي والتنفس اللي هواء يخليك معايا طيب الجولوكوز لما بينشطر بيكون في النهاية اتنين جزئ حمد بيروفيك مع تكوين اتنين ات بي واثنين ناد اتش ما ننساش الجولوكوز عندما تحت تسلقه عملية انشطار في السايتو سول يكون اتنين جزئ حمد بيروفيك اتنين ناد اتش اتنين ات بي في التنفس الهوائي حمد بيروفيك بتحصله اكسادا يدخل على الميتوكوندري يتأكساد الاسيتا يدخل على دور الكريبس نقل الالكترون هنا ما بيحصلش الكلام ده خالص هنا بيحصل لهم بيروفيك اختزال هنا فين في التنفس الهوائي او التخمر طيب الاختزال ده بيؤدي الى تكون ايه وبيتم ازاي احنا قلنا بيرنتج اتنين ناد اتش اثنان نشطر الجولوكوز الاتنين ناد اتش يتأكسد يعني يفقدوا الهيدرجون بتاعهم الهيدرجين الناتج من اكسادة الناد اتش يختزل حندو بيروفيك الله يبقى ازا الناد اتش اللي هينتج في التنفس الهوائي عدده كام اصحى معايا صفر ما فيش الله ليه ما طلعوا اتنين قال لي لأ من اتنين تأكسروا تاني وفقدوا الهيدرجين والهيدرجين بتاعهم اختزل حندو بيروفيك طب ما ناتج الاختزال ناتج الاختزال يختلف حسب طبيعة الخلية التي يتم فيها ازاي مستر ازا حصل الاختزال في خلايا فطر الخميرة او بعض الانسجة النباتية ازا حصل فيه فطر الخميرة او بعض الخلية النباتية او الانسجة النباتية يتكون اتنين جزئ من كحول الاثلي زائد ثانوكشيلي الكربون كحول الاثلي اللي هو الاثانول اللي هو السبرتو بالبلد كده لا بيض الله لذلك العملية دي بيسموها تنفس لهوائي كحولي طب ما احنا قلنا تنفس لهوائي يعني تخمر يبقى تخمر كحولي يبقى في فطر الخميرة تحدث عملية تخمر كحولي ينتج عن جزئ الجولوكوز اتنين جزئ كحول الاثلي واثنين جزئ ثانوكشيلي الكربون واثنين جزئ ايتيبي اللي طلعوا أثناء الانشطار طب ازا حصل التخمر دهو اللي هو التنفس الهوائي في خلية حيوانية او في بعض انواع البكتيريا خلية حيوانية زي خلية العضلات اه والله ده مش هيتكون ثانوكشيلي الكربون مال هينتج ايه من الاختزال هينتج جزئين من الحمض اللاكتك كنينها بتفرج على رياضة على كورة المصر لا ايه بيقول لي اللعيب جاله شد عضلي او جال كرام او تقلص عضلي عارفين ده نتج من ايه من ان العضلة بتاعته قدت مجهود عنيف جل كتير الدم موصل لهاش اكتوجين كفاية الطاقة النتجة من التنفس الهوائي عشان تكون لها اتنين ايه بيه يساعدوها بس تراكم عن التنفس الهوائي بتاعها في العضلة حمض الاكتيك ادى الى تقلصها هو ده التقلص العضلي تعال نشوف مع بعض الكلام اللي انا قلته سار الدن نشوفه مع بعض على الشاشة مع بعض هنا التنفس الهوائي زي ما قلنا يبدأ بجزء الجلوكوز اهو الجلوكوز ينشطر ينتج اتنين اي تي بيو اتنين ناد اتش ما ننساش الناد اتش ده هيفقد الهايدروجي ويرجع تاني الناد بلاص علشان يختزل حمض البيروفيك اما الى جزائين حمض الاكتيك اذا كانت انسجة حيوانية بكتيريا او عضلات هنا ده بيسموه تخمر حمضي كما في العضلات والبكتيريا اما اذا حصل تخمر في فطر الخميرة يتكون اتنين جزئ كحولي واثنين جزئ ثانوكسيد الكربون ده بيسموه تخمر كحولي كما في العنسجة النباتية والخميرة التجربة اللي قدامي دي اللي عليها السهم دي لتجربة لإثبات حدوث التخمر الكحولي بنضع في هذا الدرق محلول سكري اي عصير فكهة اي حتى لو عسل اسود مضاف اليه ضعف حجمه مية ومضاف اليه كمية من الخميرة فطر الخميرة الخميرة اللي بنستخدمها في صناعة المخبوزات دي اللي بيقولك خلت العجينة اختمرت نعرف ليه اختمرت؟ اختمرت يعني انتفخت عارفين ليه؟ لانه عندما تتنفس الخميرة لاهوائيا زي ما قلنا بيانتوك سانكسير الكربون هذا الغاز هو اللي بينفخ العجينة ويخليها اختمرت عشان كده بنقول العجينة اختمرت نتيجة تكون سانكسير الكربون من التنفس اللاهوائي للخميرة داخل العجينة دي نفس الكلام في التجربة هنا الدرق فيه محلول سكري وضعنا عليه خميرة سدناه سدنا الدرة بسداد محكم ينفذ منه انبوبة انبوبة ينتهي طرفها الاخر تحت سطح ماء جير رائق اما طرفها ده فوق سطح محلول سكري مش جواه فوقي نترك هذا الجهاز فيه جو دافئ درجة حرارة من 28-32 درجة لفترة نلاحظ تعكر ماء الجير دليل على تصاعد سانكسيد الكربون وانلاحظ كمان انه المحلول السكري لو فتحت الدرة هشم رائحة الكحول دي تجربة لإثبات حدوث التخمر الكحولي دول الصورتين بتوقع التنفس الخلوي الهوائي نتج عنه 38 جزئ ايتيبي اللا هوائي بينتج عنه اتنين جزئ فقط يبقى مين فيهم الاعلى في الطاقة ايوة منطقيا هو التنفس الهوائي طيب مين فيهم اللي حصل فيه اكسادة اه التنفس الهوائي لكن اللي هوائي حصل فيه اختزال مين فيهم اللي تمت فيه دور الكريبس ونقل الإلكترون الهوائي الاشتار اللي حصل فيه في الاتنين النواتك فيه حالة التنفس الهوائي ستة ستة سنكسوري كربون وستة اتشي توقو لجزئ الجوليكوز الواحد النواتك فيه التنفس اللي هي اختلفت حسب نوع الخلية ففي الخميرة تكون اتنين سنكسوري كربون واتنكو حل الاسيلي فيه العضلات وفيه الانسجة الحيوانية والبكتيريا يتكون اتنين جزئة حمد لكتك طيب كده انتهينا من التنفس اللي بيحصل جوه كل خلية نرجع بقى لعملية تبادل الغازات تبادل الغازات في الانسان يتم عن طريق جهاز خاص ربنا خلقه اسمه الجهاز التنفسي مين ما يتركب الجهاز التنفسي يتركب من مداخل للهوى مداخل الهوى هي الانف والفم طيب يفضل لنا اتنفس من مين فيهم اخدوا الهوى من مين فيهم احسن اه من الانف ايش معنى قال ان الانف يتميز بتلت حاجات واحد يوجد فيه شعر يصف الهوى من الاتربة مصفى طيب دي واحد اتنين يوجد فيه شعيرات دموية بنسمع عن حاجة دي مش عليكم بس لازم تفهمها نسمع عن حاجة اسمها الجيوب الانفية الجيوب الانفية ما هي الا ممرات متعرجة جوه الانف في نهاية الانف من اعلى من هنا طيب الممرات دي عشان الهوى ياخد مسافة طويلة يمشي مسافة طويلة جوه فيعدي على شعيرات دموية موجودة في هذه المنطقة الشعيرات دموية فيها دم الدم بيدف في الهوى البارد ده فيه تكييف ربنا حطه هنا تبريد الهوى تدفئة الهوى البارد في الشتاء يبقى تاني حاجة بالنسبة للانف كما مر افضل من الفن للهوى واحد قلنا فيه الشعر يصف الهوى اتنين فيه شعيرات دموية تدف في الهوى البارد تلاتة فيه مخاط يفرز من طبقة مخاطية طلاقية مخاطية موجودة في بطنة الانف هذا المخاط تلتصق به الميكروبات عند دخولها الله ده فيه بقى تنقية للهوى من الميكروبات من التراب من البرودة في الانف يبقى يفضل التنفس من الانف عن التنفس من الفن مر الهوى من الانف او من الفن يلاقي مين يلاقي البلعوم قلنا قبل كده ايوة قلنا قبل كده لما قلنا الجهاز الهضمي قلنا البلعوم هضو مشترك مدخل للهوى وللطعام طب قلنا فيه عسكار منظم مرور هنا ايوة لسان المزمار وقلنا ساعتها ان القصب الهوائي عند البلع ترتفع لاعلى حتى يغلقها لسان المزمار ولا يدخل الطعام في القصب الهوائي يبقى البلعوم مدخل مشترك لكل من الهواء والطعام ويوجد لسان المزمار الذي ينظم حركة الطعام الى المريء والهواء الى القصب الهوائي بعد البلعوم فيه القصب الهوائية القصب الهوائية عبارة عن انبوبة طلع حوالي 15 سمط في الانسان البالغ تبدأ من نهاية الفم من هنا كده عند البلعوم الى الصدر طيب القصب الهوائية دي لها مزدين مهمين اوي ملأة موظفية لها ايه هما واحد مغلزة جدرانها مغلزة بحلقات غدروفية غير كاملة الاستدارة عاملة زي حلوة الحصان كده كده هو طب ليه قال لي لتظل مفتوحها دائما لحاجة الانسان الى التنفس ودخول الهواء باستمرار لو كان مفيش حلقات غدروفية كانت تبقى لحمية زي المريء زي الامعاء فكان لو جدت نام ممكن تغلق تتقفل لذلك ربنا خليها مغلزة بحلقات غدروفية غير كاملة الاستدارة من الخلف طب غير كاملة الاستدارة ليه مش عليك بس اقولها لك عشان خلفها المريء ما ننساش تسمع للمريء بالتمدد اثناء البلاء طيب قصب الهوائية فيها ميزة تانية ان بطنتها من جوة ومبطنة باهداب زوائد دائمة الحركة الاعلى باستمرار طب ليه لطرد الاجسام الغريبة اللي بتكون عدت من الانفة اثناء التنفس او من الفم لهواء اللي بيدخل من الفم يبقى ما هي الملقام الوظيفية للقصب الهوائية واحد مغلصة بحلقات غضروفية غير كاملة الاستدارة لتظل مفتوحة باستمرار لحاجة الانسان الى الهواء باستمرار اثنين جدارها الداخيلة او بطنتها الداخلية مبطنة باهداب دائمة الحركة الاعلى لطرد الاجسام الغريبة اللي بتكون دخلت معه الهواء الى البلعوم حتى يتم اما اخراجها خارج الجسم او ابتلعها القصب الهوائية في بداية الصدر تتفرع لفرعين او لشعبتين كل شعبة منهم تتفرع لشعب اصغر فاصغر 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 وكل ده مغلص بحلقات غضروفية الى ان تنتهي بشعيبات تصغير كلمة شعبة شعيبات دقيقة غير مغلصة بحلقات غضروفية هذه الشعيبات تنتهي بمجموعة من الاكياس تسمى حواصلات هوائية الحواصلات الهوائية جدارها رقيق جدا سمكه طبقة واحدة من خلايا الطلاقية اللي بيسموها الطلاقية الحرشفية خدتها في سنة اولى طب ليه جدارها رقيق لان هي اللي بيتم من خلالها تبادل الغازات الكلام اللي انا قلته ده تعالوا نشوفه مع بعض في هذا الشكل هذا هو شكل سريع يبين ان الجهاز نفسه يتكون من الانف الفم البلعوم الحنجرة القصبة الهوائية الشعب الهوائية والشعبتين ثم الشعب اللي موجودة في الشعب الصغيرة الموجودة داخل رقيقين اللي بتنتهي بشعبتها نشوفها دلوقتي قبل ما ننسى القصبة الهوائية بدايتها منتفخة شوية بدايتها بعد البلعوم على طول منتفخة شوية تسمى الحنجرة تسمى الحنجرة والحنجرة بيسموها صندوق الصوت لان هي اللي بيصدر منها الصوت اللي بيطلع من حضرتك طيب ليه؟ قالي لان فيها زوائد لحمية تسمى الأحبال الصوتية عندما يمر الهواء فيها وهو خارج تهتزق تهتزق فتصدر الصوت وبعد كلا بس الصوت اللي بيطلع منها هو الصوت الخام جهاز النطق اللي موجود في المنطقة دي اللي بيشمل الليسان والأسنان وتجويف الفم والحلق وتجويف الأنف كل دي بتشكل الصوت الخام إلى حروف الكلام اللي احنا بنقوله الكلام ده معلومة إضافية ليك لكن كل اللي عايزك تعرفه أن صندوق الصوت هو الحنجرة بداية القصبة الهوائية تعالي شوف مع بعض الجهاز تنفسي قدامي أهو لو بصينا هنا هنلاقي أدي عندي الحنجرة وأدي القصبة الهوائية وأدي الرئتين حنجرة قصبة هوائية رئتين طب نكمل مع بعض أهو الاكسجين بيدخل عبر الأنف دي القصبة الهوائية شوف أدي الشعبتين أدي شعبة منهم تفرعت إلى شعب أصغر فأصغر انتهت بشعب اللي انتهت بإيه شعبات اللي انتهت بحوي صلاط هوائية بهذا الشكل اللي قدامي خلي بالك معايا من الشكل اللي قدامك ده الحواصلات الهوائية لاحظ إنها محطة بحاجات زرق أو حمراء طب حد مذاكر النقل الفصل اللي فات الدورة الرئوية مش احنا قلنا أن الشريان الرئوي يتفرع داخل الرئتين إلى فرعين كل فرع يروح رئة يتفرع للشعيرات دموية تحيط بالحواصلات الهوائية اه الزرقة دي هي تفرعات الشريان الرئوي اللي جاي بدم محمل بسان اكتوري الكربون طب المال الحمراء دي ايه هي الشعيرات الدموية اللي اخدت الاكتورجين من الحواصلات الهوائية وكونت بعد كده الشعير الدموية دي الاوريدة الرئوية الأربعة فعملية تبادل الغازات تتم عن طريق الحواصل الهوائية عشان كده حواصلات الهوائية اولا ربنا خليها كتيرة جدا جوه الرئة الرئة الوحدة تحتوي على حوالي 600 مليون حواصلها هو ايه الرقم صح اكتر من 600 مليون في الرئة الوحدة يعني الرئتين فيهم مليار و200 مليون حواصلها هو ايه او اكتر ليه ربنا مكترها معروف لاهمية التنفس والتي تتم عملية تبادل الغازات بسهولة وبكمية كافية للجسط دي نمرة واحد نمرة اتنين حواصلات الهوائية جدرانها رقيقة جدا قلنا عبارة عن طبقة واحدة من خلايا طلاقية حرشوفية يتم من خلالها تبادل الغازات نمرة ثلاثة الحواصلات الهوائية محاطة بشبكة كثيفة من الشعارات الدموية الشريانية تفرعات الشريان الرئو والوريدية تفرعات الأوريدة الرئوية الأربعة نمرة والذلك بيعتبروها أسطح تنفس فعلية نمرة أربعة الحواصلات الهوائية مبطنة ببخار الماء من بره ومن جوه طب ايه علاقة بخار الماء بالموضوع قال لي ما ينفعشي الأكسوجين يدخل الدم على هيئة غاز ليه لأنه ما ينفعشي فقعات تبقى في الدم لذلك ربنا خلى الحواصلات الهوائية مبطنة ببخار الماء علشان يتكسف ويدوب فيه الأكسوجين علشان يدخل على هيئة محلول للدم أثناء التبادل كذلك يخرج سانكسولي الكربون من الحواصلات من الشعارات الدموية الشريانية إلى الحواصلات الهوائية في صورة محلول زائبا في بخار الماء يبقى ما هي الملأمة الوظيفية للحواصلات الهوائية أربع حاجات واحد عددها كبير جدا اثنين هذه الحواصلات الهوائية جدوانها رقيقة جدا تلاتة محاطة بطبقة كسيفة من الشعارات الدموية الشريانية والوردية أربعة مبطنة ببخار الماء تعالوا شوف كيفية تبادل الغازات مع بعض هنا في هذا الفيديو هذه الحواصلات الهوائية هذه الأحمر ده اللي طلع الأكسجين داخل الدم والأزرق اللي خارج ده سانوكسيد كاربون أكسجين سانوكسيد كاربون أو تبادل للمواد الأكسجين بيدخل الدم سانوكسيد كاربون بيطلع للحواصلات الهوائية ملحوظة صغيرة أنه عملية تبادل وبعد أن سانوكسيد كاربون بياخد طريقه إلى الشعب ثم إلى ها القصبة الهوائية ثم في النهاية يخرج عبر ها الأنف أو الف قبل ما نقول التنفس في النبات تبادل الغازات في النبات الجهاز التنفسي يخلص الجسم من سانوكسيد كاربون إذن يعتبر له دور إخراجي ده مش بس كده لو بيخلص الجسم من نسبة من المية على هيئة بخار مية حضرتك لو جت جت قدام مراية ونفخت كده هتلاقي تكاسف مية على الجدار جت على المراية دي جت منين جت من بخار المية اللي طلع معه الزفير إذن سانوكسيد كاربون يخرج من إجهات نفسي أيضا بخار المية لو حسبنا وحسب العلماء كمية بخار المية اللي بتطلع لو تكاسفت هتكون قد إيه مية هتكون بالزبط 500 سنتيمتر مكعب تقريبا نص نتر مية بيطلع على هاي البخار عفوان نص لتر مية طب هو جسمه كله بيطلع كم لتر في اليوم بيطلع 2 لتر ونص 2500 سنتيمتر مكعب طب 500 منهم بخار مية طب والباقي آه ما بين البول والعرق بول وعرق لذلك نبص اللاقي إيه كمية البول والعرق متعاكستين بمعنى في الصيف تزيد كمية العرق فيقل البول في الشتاء أيوة يعكس يزيد البول وتقل كمية العرق في الشتاء ده كل نقوله عن الجهاز التنفسي في الإنسان منساش مكوناته أنف وفم مداخل الهواء والأنف أفضل بالعوم مرق قصبة هوائية تبدأ بالحنجرة شعبتين الشعب تتفرأ ثم في النهاية الحواصلات الهوائية طيب النباتي إزاي بيأخذ الغاز طلع غاز الإنسان نكشد الكربون أولا النبات الناس فهم أنه هو بيقوم بالبناء الضوئي فقط قال لي لا والله ده هو بيتنفس كمان زي زي الإنسان وزي الحيوان يعني يقوم بعملية تنفس وعملية بناء ضوئي نهارا أما ليلا يقوم بتنفس فقط طيب يعني النبات خلاياه بتأكسد الجولوكوز وتنتج منه الطاقة خلال إنشتار الجولوكوز دور الكربس ونقل الكترون يعني يقوم بتحرير الطاقة المخزنة في جزائيات الغزاء زيه زي أي خلية أخرى حيوانية طيب كيف يحصل النبات على الأكسوجين أولا معروف أن النبات عليه ثغور فتحات على السقان العشبية والأوراق ممكن يدخل منها الأكسوجين ويخرج منها سانكسوري الكربون يبقى الأكسوجين يحصل عليه النبات عن طريق الثغور ممكن يدخل عن طريق العديسات العديسات دي عبارة عن فتحات موجودة في السقان الخشبية طيب ده دخول الأكسوجين طيب وصول الأكسوجين للخلاياه بيتم إزاي قال لي لاحظ أن معظم خلايا النبات محاطة بمسافات بينية يعني معرضة للهوى بطريقة مباشرة معرضة للبيئة الخارجية بطريقة مباشرة يعني حواليها هوى الله طيب ما يتم تبادل الغازات بالانتشار وده اللي بيحصل فعلا يتم تبادل الغازات بالانتشار ما بين المسافات البينية والخلايا طيب لو خلايا عميقة جوة أوي ما حاولهاش مسافات بينية ويوصلها الأكسوجين إزاي اللي ممكن الأكسوجين يوصلها مع المية في نسيج اللحاء ومع المية في نسيج الخشب اللي بيوصلها المية ويوصل لها الغزاء كذلك يتخلص النبات من سانوكسوري الكربون بنفس الكيفية ينتشر سانوكسوري الكربون من داخل الخلية للمسافات البينية ثم إلى الغرف الهوائية ثم إلى الصغور إلى الخارج وبعض النباتات تتخلص من سانوكسوري الكربون مع المية عن طريق الجزور ما ننساش إن فيه حاجة مهمة أن بعض النباتات بتؤيد استخدام جزء من سانوكسوري الكربون النتج من التنفس الخلوي في عملية البناء لإيه؟ للضوئي تعالي نشوف الكلام ده كده سريعا مع بعض أنا عندي التنفس في النبات زي ما قلنا النبات بيخزن الطاقة الضوئية على الطاقة الكمية فيه روابط الطعام عند احتياج النبات لقدر من الطاقة بيعمل إيه؟ بيأكسد يكسر روابط الكمية في المواد الغذائية زي الجولوكوز خلال تفاعل التنفس الهوائي والتنفس الهوائي إزاي بيحصل أو معظم الخلايا في النبات تكون على اتصال مباشر بالبيئة الخارجية مما يجعل عملية تبادل الغازات تتم بسهولة بالانتشار كيف يحصل النبات على الاكسدجين قال له والله يحصل النبات على الاكسدجين إما عن طريق الصغور نهارا إلى الغرف الهوائية والمسافات البيانية ثم بالانتشار إلى الخلايا أو بعض الاكسدجين يصل للخلايا عن طريق ممرات اللحاء مع المياه اللي دايب فيها الغذاء قد يدخل الاكسدجين للخلايا عن طريق الجزور مذابا بكمية قليلة طبعا في ماء التربة اللي بيوصل الخشب والخشب يوصلوا للخلايا قد يدخل الاكسدجين عن طريق العديسات اللي فتحات في السقان الخشبية السقان الخشبية هي السقان لأشجار الكبيرة طب كيف يتخلص النبات من سانكسدج كاربون النتج من عملية التنفس قال له والله بالانتشار مباشرة إلى المسافات البيانية ثم إلى البيانة الخارجية تمام؟ أو أن الخلايا التي في عمقنا بات تمرره إلى انسجة الخشب واللحاء زي ما قلنا بعد كده فيه تجربة أخيرة قبل من نقول تجربة فيه ايه علاقة البناء الضوء بالتنفس؟ علاقة البناء الضوء بالتنفس باختصار نواتج البناء الضوء اللي هي الجولوكوز والأكسجين هي المواد الخام اللازمة للتنفس في الميتوكوندرية وحواليها ونواتج التنفس الأمسانكسدج كاربون والمية هي المواد الخام اللازمة للبناء الضوء في البلاستيدة الخضراء البلاستيدة الخضراء بتنتص الطاقة الضوئية تعولها لطاقة كيميائية تخزنها في الجولوكوز الجولوكوز يتأكسد في الميتوكوندرية بفعل الأكسجين فينتج طاقة تخزن على هيئة ATB وينتج سانوكسوليك كربون وبخار المية نلاحظ مع بعض قادي عندي الضوء بيسقط على البلاسلات الخضراء ينتج في عملية البناء الضوء يساعد الجولوكوز وإكسجين الجولوكوز وإكسجين في الميتوكوندرية تأكسده ينتج طاقة على هيئة ATB وتنتج سانوكسوليك وينتج سانوكسوليك كربون والمية اللي بيستخدمه في عملية البناء الضوء لما نثبت كيف نثبت أن النبات الأخضر الورق بيتنفس في تجربة بسيطة قدامي الصيص فيه نبات النبات فيه أوراق وضعنا بجواره كاس فيه ماء جير رائق وحطناهم على لوح زجاجي وغطينا كل ده بنقوس زجاجي بس غطينا النقوس الزجاجي بشاشة سودة تمنع الضوء حتى لا يقوم النبات بعملية البناء الضوء ووضعنا بجواره برة خارج النقوس كمان ماء جير رائق لحظوا بعد فترة تعقل ماء الجير اللي تحت النقوس اللي جنب النبات وعدم تعقل اللي موجود فيه في الهواء ده يدل على أن أوراق النبات تنفست وانتجت سانوكسوليك كربون رغم أن بعض العلماء اعترضوا وقالوا لأ ربما فيه كائنات دقيقة في التربة هي اللي تنفست عشان كده عملوا التجربة دي تاني بس من غير نبات يعني الصيس بس من غير نبات فلما يتعكر ماء الجير هنا إذا مين اللي عكر ماء الجير هو تنفس الأوراق الخضراء وانتاج سانوكسيد الكربون الجزء بتاع التنفس جزء جميل وجزء كان إلى حد ما بسطناه قدر المستطاع أهم ما فيه افهم ما تحفظش افهم لأنه أسئلة المستويات الأولية أو حتى الأسئلة العامة في هذا الجزء محتاجة تركيز فيه عدد الإي تي بي فيه المناطق اللي بتحدث فيها العمليات تشترك جوركوس دور الكربس ونقل الإلكترون فيه هدف كل عملية فيه نواتجها فيه حساب كمية إي تي بي اللي في السيتوسول واللي داخل الميتوكوندريا الجزء بتاع التنفس هو نهاية المنهج بتاعكم إذا كان لنا عمر إن شاء الله خلال الحلقة القادمة هيكون فيه مراجعة شاملة على المنهج وإن شاء الله برضو هيكون فيه مراجعات على صفحة الفيسبوك اللي هي الأحياء سر الحياة الساس حسن محرم فيه مراجعة هتنزل خلال هذا الأسبوع لسنة تانية على هيئة ملف بي دي اف إن شاء الله انتظروه سعدت بلقائكم وأرجو أن أكون قد وفقت في توصيل فكرة موضوع التنفس الخلوي الهوائي واللا هوائي ألقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته